السلام عليكم ورحمة الله قصة اليوم تتكلم عن صديقين كانا يسيران في وسط الصحراء وفي مرحلة ما من رحلتهما تشاجر شجارا كديرا فصفع أحدهم الآخر على وجهه شعر ذلك الذي تعرض للضرب بالألم والحزن الشديدين لكن ومن دون أن يقول كلمة واحدة كتب على الرمال اليوم صديق المقرب صفعاني على وجهي استمر بعدها في المسير إلى أن وصل إلى واحة جميلة فقر الاستحمام في بحيرة الواحة لكن الشاب الذي تعرض للصفع سابقا علق في مستمقع للوحل وبدأ بالغرق فسارع إليه صديقه وأنقذه في حينها كتب الشاب الذي كاد يغرق على صخرة كبيرة الجملة التالية اليوم صديق المقرب أنقذ حياتي وهنا سأله الصديق الذي صفعه وأنقذه بعد أن آذيتك كتبت على الرمال والآن أن تكتب على الصخر فلماذا ذلك؟ أجاب الشاب حينما يؤذينا أحدهم علينا أن نكتب إساءته على الرمال حتى تمسحها رياح النسيان لكن عندما يقدم لنا أحدهم معروفا لابد أن نحفره على الصخر كي لا ننساه أبدا ولا تمحوه الريح إطلاقا ترجمة نانسي قنقر